لا تتوقف انتكاسات ميليشيات الحوثي هنا في صعدة حيث معقلهم الاهم يتقدم الجيش مدعوما بالتحالف احكم الجيش سيطرته على قرى عدة شرقي منطقة سوق الملاحيظ في محافظة صعدة وقطع الجيش خطوط امداد ميليشيات الحوثي بين حرد والملاحيظ هذا خط الملاحيظ حرد وفي صعدة كذلك قتل العشرات من المتمردين خلال اسبوعين من العمليات كما استعاد الجيش مواقع مهمة مقابل جبل الازهور وقاد العمليات كل من اللوائين السادس والسابع من الجيش مدعومين بالمقاومة وبقوات التحالف واخلت فلول الميليشيات مواقعها تحت وقع هجمات الجيش والتحالف فقد استهدف طيران التحالف مخازن اسلحة ومنصات اطلاق صواريخ تابعة للحوثيين كما استهدف مواقع جبلية تتحصن فيها الميليشيات تتفاقم خسائر الحوثيين في جبهات صعدة وهو ما قد يعني التهاوي وبداية النهاية في معقلهم الذي ظل لوقت طويل منطلقا لهجماتهم واعتداءاتهم اشتركوا في القناة